السلام عليكم تلميذ الصف الثاني أهلاً بكم في درس جديد من دروس التربية الإسلامية سنتعلم اليوم قلقاً جديداً من أخلاق المسلم في البداية هيا نصل إلى النتيجة الإحسان إلى الجيران يؤدي إلى الجنة عيان وعدد أداب الجار عندما تظهر سلمة جيرانها وتهاديهم تعبيراً عن محبتها أداب الجار هو محبة الجار علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس فأنا أكون إنساناً نافعاً للجيران يلقي سعيد السلام على جيرانه ويسأل عنه أداب الجار إلقاء السلام حيث علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف فأنا ألقي السلام على جيراني والقاء السلام يزيد من المحبة والألفة بين الناس أزور سلمة جارتها لأنها مريضة أداب الجار زيارة الجار حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أنا أزور جاري عندما يكون مريضاً وأقدم المساعدة له يتحمل أحمد أذى جاري أداب الجار عدم إذاء الجار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالك الناس بخلق حسن أداب الجار أزور جاري وأسأل عنه أعطي جاري هدية أقدم المساعدة له أشارك جاري الأفراح والأحزان ترجمة نانسي قنقر